واحد بيقول لماذا لا ندرس عقيدتنا كاملة من تخصوا لهوته وتاريخ كميسة وعقيدة والحان الاخر منذ الطفولة لاننا بناخد اشياء بسيطة جدا في الابتداء والاعداد والسنة والجمع نكتشف اننا لا نعرف شيء جايز كتب التعليم الديني بسيطة لكن مفروض في مدرس الاحب بيدرسه العقيدة والالحان وبيدرسه الكتاب المقدس وقواعد اليمان وكل دي فانت تقصد كتب التعليم الديني ولا عموما عموما في مدرس الاحب بيدرسوك كل حاجة وفي اجتماعات الشباب بيدرسوك كل حاجة وفي الاسرات الجامعية بيدرسوك كل حاجة لكن المناهج بتاعت التعليم الديني في المدارس بيحاولوا انها تكون مناسبة لكل الطوائف كل الكنيس باختلاف مزائبها فما بيطردوش للعقائد اللي فيها اختلاف بين الناس وبعضهم والبعض بيحطوا القواعد العامة بس اللي بيتفق فيها الكل بيقول مع ان الطفل الان يتعلم اشياء صعبة وكمبيوتر واللغات فاذا كانت دروس اللهوت والتغس والعقيدة والبفان اللي بنتعلمها في الصغير في مدارس الاحب مفروض كل الحاجات تكون موجودة وارجو نراعي هذا في المناهج الجديدة اللي انفضتها في مدارس الاحب اشتركوا في القناة